بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو المجيدة التي تتزامن هذا العام مع عيد الأطحى المبارك عضاه الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليوم والبركات شعب مصر العظيم إن للتاريخ أياماً لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل وتبدت ظلمة الطغيان تنيري الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 حين انتفد شعب مصر العظيم ثائراً على من أراد اختطاف وطنه رافداً للظلم والطائفية والاستبداد ومعلناً بصوت هادر ملأ أرجاء الدنيا أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل اختطاف أو التبديل أعلن الشعب يومها أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العلياء وكان الثلاثون من يونيو عنواناً لأعاد التأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام شعب مصر الأبي إن الصمودة الذي أظهر تموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة سيظل محلاً لدراسة المفكرين والباحثين فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسة دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة واحتر الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هي الأعتى والأشرس وقدم رجالهم أرواحهم فداءاً كي يعيش الوطن ويزدهر إن حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ عام 2011 غرس في نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص فقد عايش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع الرزق والمقدرات ولذلك فأني أؤمن يقيناً بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل المسؤولين بناء الوطن وتشهيد الدولة الحديثة المتقدمة أؤمن بأن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على إتنان تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدماً سريعاً يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء إلى استسرح الأراضي بمساحات ليس لها مسيل في تاريخ مصر إلى الصحة والتعليم وهم شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوتين علوم العصر في مصر مروراً بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة إنقاذاً للملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ولا بمصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة في جميع أنحاء الجمهورية لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولاً للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي شعب مصر الأصيل في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو العظيمة أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار أقول لكم أن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يلقبها إن شاء الله سوى الانتصار الانتصار بالمضي بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء على طريق تحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء لتكتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي طالما راود المصريين حلم التقدم والنهود بالوطن حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان وأخيرا ودائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته